بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في النشر الأسبوعية لأخبار الجماعة الإسلامية الأحمدية حول العالم إليكم العناوين أغض برنامج سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في لندن في المملكة المتحدة أغض برامج تبليغية بمناسبة العام الجديد في هولندا ملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين نصره الله أهلا بكم ثانية ونبدأ نشرتنا بتقرير من المملكة المتحدة تعقد الجماعة الإسلامية الأحمدية بانتظام برامج على مدار العام لتذكير وتثقيف أعضائها بالسعي لاتباع الأسوى الحسنى للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وقد استضافت في لندن الجلسة السنوية لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عقدت الجلسة في مسجد بيت الفتوح حضرها حوالي ألفي رجل ومرأة وطفل من المناطق المحلية للاستماع إلى السيرة العطرة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال الخطب والدروس المختلفة بدأت الفعالية بتلاوة من القرآن الحكيم ولقد ألقيت خطب مختلفة تناولت السيرة الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان من بين المتحدثين الطفل عمران ساني الذي تحدث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحاديثه السلمية تلاه السيد لقمان أحمد الذي ألقى كلمة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأي حال من الأحوال دراسة لأي شكل من أشكال الحب الضحلة فهو مقيط لا ينتهي أبدا كلما استكشفت أكثر وجدت أكثر وطعمقت في حبه أكثر هذا الحب يستمر في النمو معك كلما تقدمت في حياتك ثم ألقيت كلمة باللغة الإنجليزية من قبل السيد طارق حياء حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتفع صوت واحد في مكة بأمر إلهي يدعو الناس إلى عبادة الإله الواحد ويعلن أنه من خلال الاستجابة لهذا النداء ستحفظ البشرية كرامتها وستنعم بالرخاء والسعادة في الدنيا والآخرة فكان ذلك الصوت صوت حضرة محمد المصطفى قاتم النبي صلى الله عليه وسلم والقى الكلمة الختامية أمير الجماعة في المملكة المتحدة السيد رفيق أحمد حياء قال فيها أن علينا كمسلمين أن نحترم ونحب والدينا وأهلنا ويجب أن نعاملهم بشكل جيد في جميع الأوقات إن الله تعالى أنعم علينا بمؤسسة الخلافة فنحن محظوظون لأن أمير المؤمنين يرشدنا باستمرار إلى الطريق الصحيح ثم اختتمت الجلسة بالدعاء الصامت والآن نقدم لكم الخبر الثاني من المميز أن نسمع أن هناك أيضا إحياء للإسلام وقد تم شرح كل شيء هذا المساء عندما أسمع قصتكم أفكر نعم هذا في جوهره ما يحتاجه العالم ليعيش بسلام عقدت الجماعة الإسلامية الأحمدية في هولندا برامج مختلفة أقيمت في المساجد حيث استقبلت أكثر من خمسمائة ضيف حضر هذه المناسبات شخصيات بارزة من مجالات متنوعة بما في ذلك الدين والأعمال والرعاية الصحية والسياسية حيث تمكنت الجماعة التعريف على تاريخها في هولندا كما تعرف الضيوف على المسيح الموعود عليه السلام من خلال الخطب ومعرض الكتب نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى أن نكون مجتمعين وأن نكون شاملين وعلينا أن نتحدث مع بعضنا بعضا حتى لو كانت لدينا آراء مختلفة وهذا ما تفعله مساجدكم وجماعاتكم دائما لقد كان برنامجا تعليميا أنا شخص ناقض تماما وأنا منفتحة جدا للتعلم وكان هناك فرصة لذلك وكان هناك فرصة لحوار المفتوح ووجدت ذلك بعقيمة كبيرة لقد نال تنظيم هذه الأحداث الثناء من جميع الجهات حيث أعربت عمدة نونسبيت شخصيا عن امتنانها للمتطوعين من أبناء الجمع لقد أصبحت حفلات الاستقبال هذه أكثر من مجرد تجمع فهي بمثابة منصة للتنوير وتعزيز للروابط بين الجاليات فقد كان شرفا لي حقا أن أكون هنا وأنا تحدث معهم وأرى الإمام وأرى أمير الجماع وكان بمثابة مفاجأة لطيفة جدا بالنسبة لي وجود الكثير من الأشخاص من الحي هنا عليك أن تعلم أن والداء زوجتي كان يعيشان في الماضي في جانب الآخر من الشارع وقد شعرت بالحرج لأنني لم أكن أعلم أبدا أن هذا هو أخضم مسجد في هولندا وأنه يوجد في هذا المكان لذا تهانينا هناك الكثير مما يوحدنا جميعا أكثر مما يفرقنا وإذا حافظنا على ذلك معا فأنا أؤمن حقا بهذا العالم الجميل الذي يتم التبشير به هنا اليوم أريد أن أؤكد أن الحب للجميع واحتضان التنوعهما مفتاحا المجتمع السلمي المتناغم لذا أود أن أشكر أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية مرة أخرى على حسن ضيافتهم ومساهمتهم في مجتمع ناسبيت وأتمنى لهم ولكم جميعا عاما جديدا رائعا وسعيدا شكرا لكم وننهي نشرتنا بملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين نصره الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضا الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تيلفورد في السادس عشر من فبراير شباط الجاري حيث تابع الحديث عن غزوة أحد وعن تضحيات الصحابة ومنهم خارج بن زيد رضي الله عنه وقد اشترك في غزوة أحد واستشد فيها بعد أن قتل بشجاعة وبسالة كبيرتين أخذته الرماح يوم أحد فجرح بضعة عشر جرحا فمر به صفوان بن أمي فعرفه فأجهز عليه ومثل به وقال هذا ممن أغرى بأبي علي يوم بدر يعني أباه أمي بن خلف وقال الآن شفيت نفسي حين قتلت الأمثال من أصحاب محمد وقتل صفوان خارج بن زيد وأوسى بن أرقم لقد دفن خارج بن زيد وسعد بن الربيع الذي كان ابن عمه في قبر واحد وقد جاء في رواية قال عباس بن عبادة يوم أحد بصوت عال يا معشر المسلمين الله ونبيكم فيوعدكم النصر بما صبرتم ثم نزع مغفره عن رأسه وخلع درعه فقال لخارج بن زيد هل لك في درعي ومغفري قال خارج لا أنا أريد الذي تريد أي الشهادة فخالطوا للقوم جميعا وعباس بن عباد يقول ما عذرنا عند ربنا إن أصيب رسول الله ومنا عين تطرف يقول خارج لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة فأما عباس فقتله سفيان بن عبد شمس السلمي وقد تلقى خارجة بن زيد بضعة عشر جرحا من الرماح ومن الصحابة شماس بن عثمان رضي الله عنه وقد شارك يوم بدر وأحد وقاتل في أحد بمنتهى الشجاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لوجدت شماسا كجنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمي ببصره يمينا ولا شمالا يومئذ إلا رأى شماسا في ذلك الوجه يذب بسيفه عنه حتى غشى رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم فترس بنفسه دونه حتى أصيب فحمل إلى المدينة وبه رمق فأدخل على عائشة فقالت أم سلمة ابن عم يدخل على غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احملوه إلى أم سلمة فحمل إليها فلفظ أنفاسه عندها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى أحد فيدفن هنالك كما هو في ثيابه التي قتل فيها بعد أن مكث يوما وليلة إلا أنه لم يأكل ولم يشرب وكان عمره عند الشهادة أربع وثلاثين سنة ومن الصحابة الذين استبسلوا يوم أحد نعمان بن مالك رضي الله عنه شهد النعمان بن مالك رضي الله عنه بدرا وأحدا واستشد في أحد حيث قتله صفوان بن أمية وفي رواية أخرى كان قد قتله أبان بن سعيد لقد دفن النعمان بن مالك ومجزر بن زياد وعباد بن الحسحاس رضي الله عنه في قبر واحد يوم أحد كان النعمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حين خروجه إلى أحد ومشاورته عبد الله بن أبي بن سلول والله يا رسول الله لأدخلن الجنة فقال له بما؟ قال بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأني لا أفر من الزحف قال صدقت فقتل يومئذ وعن خالد بن أبي مالك الجعدي أنه وجد في كتاب أبيه رواية أن النعمان بن قوق الأنصاري قال أقسمت عليك يا ربي ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة فاستشهد ذلك اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يطأ فيها وما به من عرج ومن الصحابة ثابت بن الدحداح رضي الله عنه شهد أحدا وأبلى بلاء حسنا ولعب دورا كبيرا في المعركة وحين قال بعض المسلمين ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فعليكم أن ترجعوا لأهلكم في المدينة فيؤمنوكم قال آخرون إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استشهد ألا تدافعون عن رسول الله وعن رسالته حتى تستشهدوا معه ومن هؤلاء ثابت بن دحداح الذي قال عندما سمع خبر استشهده النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن كان محمدا قد قتل فإن الله حي لا يموت فقاتلوا عن دينكم فاجتمع عليه عدد من الأنصار فحمل عليهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرم بن أبي جهل ودرار بن الخطاب في كتيبة من قريش فقتلوهم وفي رواية كان هؤلاء آخر من قتل من المسلمين يومها وورد أيضا أن ثابت لم يموت يومها وإنما جرح ثم برأ من جراحاته ومات على فراشه بعد صلح الحديبية وهي رواية ضعيفة والأرجح أنه استشهد بعد أحد مباشرة وفي ختام الخطبة ذكر أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بن نصره العزيز أنه يود أن يقول شيئا عن الظروف الحالية في العالم حيث لا تزال شعلة الحرب تنتشر وبالتالي هناك حاجة كبيرة للدعاء لإنقاذ البشرية من الدمار فإذا دعا الأحمديون بصدق القلب فسيكونون قادرين على لعب دورهم في هذا الصدد الحكومة الإسرائيلية متعنتة في موقفها وتقدم الأعذار والحججة في كل مناسبة وهي غير مستعدة لقبول أي قول وبينما تقول الحكومات القوية الأخرى في العالم إنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار إلا أنها بعد ذلك إما بمحض إرادتها أو خوفا من إسرائيل تتفق معها ندعو الله أن يخطعوا أمامه عز وجل فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها أن يحسنوا دنياهم وعقباهم كنوا معنا في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر